صحيح هذه التقارير الأمنية تحذر من انفجار الشارع اللبناني بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية جدا وبسبب انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار بعد ليل عنيف في طرابلس وفي العديد من المناطق اللبنانية ليس فقط طرابلس كان هناك فيها اشتباكات أو كان فيها تحركات عنيفة أيضا صيدة الهرمل الجنوب كان هناك تحركات ولكن الأبرز كانت في مدينة طرابلس كان هناك احراق لعدد من فروع المصارف وأيضا لمكينات الصرف الآلي الآن الوضع هادئ بعدما كان هناك تدخل للجيش اللبناني الذي فضى ولاحق من قاموا باحراق فروع هذه المصارف هناك أكثر من 45 جريح ما بين القوى الأمنية وبالطبع المتظاهرين الوضع من المفترض يعني المتوقع أن يستمر الوضع وتعود هذه الاحتجاجات إلى الشارع الشارع لن يهدأ طالما أن الوضع الاقتصادي سيء جدا وسمعنا بالأمس المتظاهرين يؤكدون أنهم لن يعودوا من الشارع وأن أزمة كورونا كانت فقط هي من أجبرتهم على البقاء في منازلهم طيب ما هي بموازات الشارع؟ نعم هذا ما كنت ربما سأسألك عنه وهو تحركات ربما الحكومية أو ربما لمسؤولية المصارف هل من جديد؟ يعني الحكومة تحاول أن تسرع في إقرار الخطة الإصلاحية غدا هناك جلسة لمجلس الوزراء اليوم هناك جلسة استثنائية لمجلس الوزراء من المفترض أن تستمر حوالي أربع ساعات لوضع النقاط النهائية على مسودة الورقة الإصلاحية الحكومة تريد أن تقر الورقة الإصلاحية التي هي أساسها وركزتها مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة علها ترضي الشارع اللبناني أيضا هناك نحن نترقب كلمة لحاكم مصرف لبنان عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت بيروت خاصة وأن أصابع الاتهام في الفترة الأخيرة كانت موجهة من قبل الشارع ورئيس الحكومة وبعض الأحزاب في السلطة نحو الحاكم بأنه المسؤول عن تبخر ودائع اللبنانيين وعن التدهور بسعر صرف الليرة اللبنانية الذي هو نتيجة الديون المتراكمة على لبنان حاكم مصرف لبنان هناك تسريبات قليلة جدا عن ما يمكن أن يكشفه ولكن بالطبع سيحاول أن يوجه أصابع الاتهام نحو الحكومات المتعاقبة السياسات الحكومية الاقتصادية التي كانت تعتمد بأساسها على الاقتصاد الريعي غير المنتج نعم ليلى خليل مرسلة الغد من بيروت شكرا جزيلا لك